السلام عليكم حبيباتي مرحبا بكم معايا في قناة كويزين ساميرا ديزاد مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد اللي ان شاء الله يلقاكم بخير يلقاكم في صحة جيدة وفي احسن الاحوال حبيبات قلبي مقبل ما نشوفوا التفاصيل نصلوا نسلموا مع بعض الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واسكاء السلام في بداية الفيديو هذا راني رايح نشارك معكم مشترياتي لشهر رمضان الكريم مشتريات خاصة بالمطبخ الشيط هاد السيرفيس آتي هاد اللي را كوتشوفو فيه معايا عندولي سوتاس ديالو تاعل اينوكس بهاديك الوريدات كوتية جاية في الضوغي الكيسان كيما را كوتشوفو فيهم ولا الفناج الجايين من الكريستال جايين سامبل عجبوني نحب هاك دلاتين شربو في فنجال يكون تخانس باران بشيبان لكولر ديالو تبان هاديك العموسو كامل وهذا البقرج اللي يعني ما قدرتش نصوره لكم يعني قريب باشتشوفوها مليح مليح على خطر رهيبيا في كل مرة نحاول اللي نصوره لكم كانوا جهيبا دونك اللغطة ديالو تاني جاية من ال اينوكس وفيها هاديك من الفوق الاتوش هاديك تاع ال اينوكس وهاديك الوريدة بالضوغي كيما يعني الديسان لراو فليسوتاس هاد المرة شيتو تاع ال اينوكس راه مقري في ديزويت سوق ديستان لستيل يعني نرمال ما راهو نوعية جيدة عجبني بل بزاف يعني مالقري يكون حبان بقراش تعلاتي يكون تاع زجاج باش يبان هادا كلاتي لداخل كيما قلت لكم ميزجاج ديالهم يجي بزاف خفيف ويتكسروا بسرعة هاد المرة قلت خلاص نشري واحد هاكدا تاع اينوكس وكامل باش يبقى لي مدة طويلة ماذا نقول لكم على كل حال خلصوا شوية غالي مانيش حابة ندكر السعر مانيش عفوا ادي فانطحوا على رسنا ونجيبوه حاجة غالي حتى نوصل الدار باش نقتمكشور وكش واحد يضربنا بسقلة ميليسانسيال كي تكون حاجة بيان بالطبع وتكون شابة ماشي خسارة من بالنسبة لهادوك الفناجل إلا تكسروا لي نقدر نبدلهم بأي فناجل واحدة أخرين وليسوطة ديولهم راهم شابين بزاف تعال إينوكس يعني تاني ما ما حين يتكسروا ما يفنوا وما والو ونقدر نستعملهم لعدة استعمالات نقدم فيهم حلويات ولا ندير فيهم مكسيرات يعني تاني بزاف شابين على كل حال أنا عجبوني وتبقى الأدواق يعني كل واحد على حساب ذوقوا هاداك السيرفيس آتي شيتم من عند واحد المحل في شراقه أما هادو ما تعاليزي بيس شيتم من عندك خيستال ميناج تعال شراقه هاد المرة حبيت نغير شوية من هاداك الغوز وهادوك تعاليزي بيس لي كانوا عندي بالغوز من جهة شوية يعني بديت نمل ملو غوز هاداك وحبيت شوية تغيير حبيت نخرج من هاداك الغوتين وهاداك النضرة تعالكوزينا هكذا بش نحسو بالتجدد ونحسو بالطاقة الإيجابية دونك خييت كيمارا كوتشوفو معايا لونوار ماربغي بالدوغي شيت هادو ما حاتع اللي الدور تعاليزي بيس لي فيها ستا على كل حال كوت حاباتع دوز ايطاج ولكن ملقيتش شيت غير هاداك اللي فيها ايطاج واحد وشريت هاداك تعالي عندها سيبور بلحطة بديلها كيمارا كوتشوفو يعني يمشو أسورتي وضوك البناتاني حنشارك معاكم هاد لا بوكس لاكثر من رائعة للاحقتني من عند شركة حضنالي ونشكرهم يعني لي خيروني انا وبعتولي هاد لا بوكس هادي لي صراحة وش نقولكم عجبتني بزا بزاف عجبتني طريقة التنظيم ديلها ويعني بزاف شباب هاداك السليل الله يبارك وغير حليتها قابلني هاداك الورد سلة رابعية فكرتني في الربع وكامل بهاد الوريدات هادهما سلة فيها كامل لقام تحهم كامل منتوجات ديالهم من حليب مليا وقت شركة الحضنالي يعني غنية عن كل تعريف بالمنتوجات ديالها المتنوعة وبعتولي هاد الرسالة هادي لاني رايح نقرأها لكم دونك كتبولي فيها مرحبا مرحبا ساميرا ان شاء الله تلقاكم سلتنا في افضل احوال انتي وعائلتك كيما نعرفو كامل بلادنا مناطقها متنوعة وكل منطقة تفتخر بعاداتها وتقاليدها حضنة احليب كي العادة حبت تجمعنا وعلى طبق الكوسكوسي اتلمنا قالك ساميرا شركينا في تحدي طبقي مع الحضنة وورينا شطرتك في تحضير طبق الكوسكوسي التقليدي الخاص بمنطقتك دونك هنا يا شركة الحضنة رايحبتني نشارك في تحدي لأحسن طبق كوسكوسي مع يعني متسابقة وحد اخرين وكل وحدة تدير طعام على حسب العادة والتقاليد ديالهم ولو كل وحدة يعني منطقة ديالها كيما لابلكم انا عندي اصول قبائلية دونك لازم ندير علي طبق تاع كوسكوس تقليدي قبائلي عاوني شيالبنات في الكومنتار وعطوني اراءكم وافكاركم تاع وصفة تاع كوسكوس قبائلي كتبولي الوصفة في الكومنتار وانا حنخير اي وصفة ونديرها باذن الله في القناة ديالي ونشاركو بها في هاد التحدي بيانسور غاحي كنتو ما عندكم لبنات عندكم هادية بمناسبة هاد التحدي هذا دونك يالله يا القبائليات يالفحلات انا حبتكم تبانو في الكومنتار وتشاركوني بوصفة تاع كوسكوس تقليدي يكون بخيزنتاب ليكون ابنين اه ووهلم تاني مع فصل الربيع وكامل وكنتعارفوا يعني على كل حال منطقة القبائل عند هالعاديد العاديد المواصفة تاع الطعام وانا حبي نخيرو وصفة ان شاء الله لي كيما يقولو تحمرنا وجهنا ونربحو في هاد التحدي وكيما قلتلكم وكيتشجعوني وتكونوا معايا وكامل في هاد التحدي نحن نخيرو وحدا راي رايحة ان شاء الله تربح جائزة قيمة من عند الحضنالي على كل حال نحن نحط لكم روابط تحضنالي في صندوق الوصف تاع المواقع التواصل الاجتماعي ديالهم هاكده بيش تعارفوا اكثر تفاصيل على هاد التحدي وعلى هاد المسابقة هادي وحن اعطيكم هنا تاني ايضا تفاصيل اكثر في الفيديوهات القادمة بالوصفة تاع الطعام هذا اللي انا رايحة انشارك بها دون كونوا وفيات وكونوا كثيرات وشجعوني باش نربحوا باذن الله وباش وحدا فيكم تاني تربح هادية قيمة دونك نشكر حضنالي على هاد الالتفات الطيبة وعلى هاد الفكرة تعتشجيع اطباق التقليدية ديالنا وخاصة الكسكس الجزائري يعني بصفة عامة كيما على بلكم راه متنوع بزا بزا فو الجزائر غانية بعادتها وقتقاليدها وكل منطقة عندها طياب الخاصة بها وان شاء الله نقول بالتوفيق للجميع دونك كيما شتو شاركت معاكم على السريع هادف طوري تعيوم الجمعة اللي كان يعني كيما تقريب كل عائلة الجزائرية عادنا طعام نتلمو عليه اليوم دلت المسفوف واشو نقولكم هاداك الفول الخضرت عبلادنا الله الله اللي كان طري ولي رافقناه مع الرأي بتاع الحضنة يعني كانت وجبة غاداء من اطيب ما يكون ودوك اخياتي نراح نعرفكم بهاد الكسخاكتور دوجو لامارك تكوود هاد المركة الفرنسية تاني الغنية عن كل تعريف هادا جبتو خصيصا للأخوات لقابل سامي راجي بنا حاجة تكون معقولة في السعر ولي ان شاء الله بإذن الله راح تكون بسعر هايل وتكون في متناول الجامع شفتوا معايا ليزكسخاكتور مقبلوا الدور ديالهم كيفاش يعني يعطننا عصائر طبيعية سواء انت خضر ولا فواكه تكون غنية بالفيتامينات ديالها ومحافظة على هادوك الفيتامين والألياف اللي تكون فيهم وهذا بفضل تقنية تعال العصر ديالهم يعني يعصرنا لجو ديالنا بتقنية العصر الباطئ تقنية العصر الباردة وهذا هو الشي اللي يخلي الخضر والفواكه ديالنا وللعاصر ديالهم يبقى محافظة على كامل اللي فيتامين اللي يكونوا فيه هادليكسخاكتور تكوود تاني يعني هايل بالبزاف كيمارا كنت شوفوا فيه عندو وين نرمي والخضر ولا الفواكه واسعة بالبزاف نو كيماشتوا معايا نقدرو نرمي وحبة تشينا كومبلي الداخل وتتعصر كيماشتوا فيه رمشة عين انا حين تحصلوا على واحد جوش نقول لكم خاتر يعني بالبزاف وليدي شي يروحوا من جيها والعاصر يروح من جيها وهادوك الليدي شي يخرجوا يعني نشفين قطرة يعني ما يرايحة تسيل منهم ولكن العاصر هذا اللي ينديروه يعني بالقشرة كيماشتوا يعني نديرو تشينا بالقشرة ديالها اه نرمي وهاديك الحبة كومبلي يعني ما نخبيش عليكم ايجي شوي امر اكو على بلكم هاديك القشرة البيضة اللي تكون في تشينا اه تمد شوي المرورية يعني ولكن لي يحمل المرورية رح يكون عاصر يعني صحي مية بالمية وهاي البلا بزاف انا كيماخدكم ساميرا ما نحملش بزاف هاديك المرورية تع تشينا دونك انا دايما نجو بخيف اغنقشر تشينا ديالي نحي لها هذيك القشرة شوي البيضة يعني ننقص منها نحي ومام هادوك البوذور اللي عضم هادوك بتاع تشينا بصويدوك تاني يتلقو شوي المرورية وحصرت تشينا ديالي اه وش نقول لكم عاصر انكتو وبنين سيغتدو كتشينا تالعاصر راهي رخيصها خمسالاف ستالاف 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 وخمسمية يعني نعاصروها احن تمتعو بفيتامين سي يعني من اروع ما يكون دونك لكسخاك توردو جو احي يعطينا عاصر اه طبيعي مية بالمية في نفس الوقت يخلي الخضر والفواكه ديالنا محافظة على كامل اللي فيتامين اللي تكون فيها شاركت معاكم تاني هنا يا موخيطه اه عندي هنا يا القارس اللي كنت حتى هو انا قشرته نحوله تاني هذي كزريعا ديالو ونعصروه مع النعناع ويعني في دقائقنا حين تحصلوا على موخيطه يعني جد مركز يعني ثلاثة حبات ستاع قارس ولا الاربعة وبعد انتو متحكموا في القروسية في الحلاوة الا كنتو متحملوش القروسية تقدروا تزيدو السكر اه مام يعني يدي لكم كمية كبيرة تخففوه بالمتاني اكو راح ينتحصلوا على موخيطه حوالي هكدك زوج ري ثلاث غير بزوج حبات ولا ثلاثة حبات تاع القارس وشوف كيفاش يجي خاتر به هدك اللون شباب ديالو وريحت ان انا اتفحفه فيه يعني روعة 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 وليتحب تاني يدير هكدا عاصر جازر طبيعي بلون جذاب عاصر خاتر تحبو هكدا زرودية واحدها ولا تخلطوها مع تشينا يعني واحد العصائر اه ما شاء الله وهدوك اللي ديشي بينسوغ نقدروا نستغلوهم كماتع زرودية نديروهم في شربة ولا نديروهم في انسوب ولا هكدا يعني بش ما نضيعو والو والعاصر شوفوا كيفاش يجي بهادك اللون ديالو ويعني صدقوني عصائر خاترة وبنينة والاهم من ذلك انها عصائر طبيعية ويعني فيها فوائد عظيمة بزف بزف دوكي مشتولي ديشي هدوك يعني خردو ناشفين وهنا فقط نحب نوصيكم هاد الجلدة اللي جي يعني كامل فليزيكس خاكتو هكدا لازم نغلقوها مليح مليح باش هدوك اللي ديشي ديونا يخردو ناشفين والكمية تعالعاصر كامل تروحنا من جهات تعالعاصر ومتروحناش من جهات تعالي ديشي هادي برك فقط حبيت نأكد لكم عليها نقدرو نديرو هاد العاصر تاني تعالى التفاح نديرو العاصر الاخضر الديتوكس هادك لي نقل جسم ديالنا من السوموم العاصر الاخضر اللي فيه كرافس فيه خيار تفاح نزيدو معا حباقارس هاكدا وريقات تعالى السلق هادا راه موفيد جدا مو غدي مليح للناس اللي عاني وملا نيمي كي نشربو واحد على الفراغ الصباح وواحد العشية راح ينقل جسم ديالنا من السوموم ويشين تاني نقدرو نشربو كاس بمر الماكلة يعني راح يشين وينقص حتى في الوزن واللون ديالو كما راكوا تشوفو فيه يعني ما شاء الله وحتى لي ما يحملش مثلا مرورية ولا قروسية ممكن تحليو العاصر ديالكم بعاصر طبيعي هاكدا باش تقدرو تشربو العاصر ديالكم عادنا عاصر بطراف وتشينة تاني لهاي البزاف الناس اللي تعاني ملانيمي يعني بلون ديالو هاداك الحمر الشباب هاداك وش نقولكم يعني تقدرو تديرو تشكيلة تعاصائر ولا كوكتيل تعاصائر بل اي فاكهة تكون عندكم في الدار سيغطو الفاكهة اللي تكون منقضوش نعاصرو هاكي مرمان الاناناس بس يعني اللي حيعاوننا ويعطينا هاد العاصار يعني في رمشة عين وعاصار بزاف يعني صحية هاد الليكس خاكتور ديالجو اللي بنا تدير مليون وخمسمية وخمسين الف التوصل اللي راهو مجاني وين ما كنتو راح يوصلكم حتى باب المنزل اكس خاكتور تاك وود كي مقودكم ماركة غانية عن كل تعريف راح تشوفوا معايا يعني لزاكسي السواغ اللي فيه دونك هنا اني لوري لكم برك هاداك الكتاب اللي يجي معاه تما بلي تع الماركة اللي فرنسية كي شتو مكتوبة فخانس دونك لزاكسي السواغ اللي فيه كي ما شتو فيه دوباك وحدة للعاصار وحدة اللي ديشي جت معا هاد لابغوس هايلا بل بزاف لتعاوننا باش نضفوه بكل سهولة وعندها هادك العصال الكحلالي عبارة على انبوس واغ باش نطبعه الفواكه والخضر ديالنا لداخل هاوليك يعني بخات يكبل بزاف سهل باش نحله للتنظيف وكامل هاوليك يعني بهادك اللي من الفوق باش نرميه الفواكه والخضر يعني كي مشتو معايا حبت شينة كامل تقدر الجوز حبت فحتاني كومبليت تقدر الجوز هاولداخل كيفاش يجي هادك اللي تعصر عندها الاخر ديالها من الانوكس هادي صفاية تاني من الانوكس نوعية جيدة يعني مزيادة لنا هاد لابوس لي تسهل لعنين بزاف بزاف تنظيف ديالها اكس خاكتور ديالها هاي اللي ره متوفر بلونين كاين هادك حل هادا وكاين فراما دي بالنسبة للسعر ديالو كي مشتو دان مليون وخمسمائة وخمسين الف توصيل ره مجاني هنخلي لكم ايضا رابط الاستمارة في صندوق الوصف الى كنتوا حابين تطلبوا هاد لكس خاكتور ديجو لي ما كش رحين تندمو عليه بإذن الله كي ما شاركت معاكم على صفحتي على الانستاغرام البارح بالجمعة كنت شاركت معاكم بعض الاستوغي كانت مباشرة من الافواغ صافكس كان ليا كل الشرف اني كنت مدعوة من طرف شركة الوجدان باش نحضر هاد الصالون الدولي الخامس للشوكولات والقهوة والله غري يعني كان افتتاح بزاف شباب لمازال ما راحوش ان شاء الله تقدروا تضربوا طلا اهنا يا غير مع الدخلة شفوحي قابلكم ليك خاب هادك شوكولاتي عقوتيلا دوك حدوقوا كي ما يقولوا كغاتويتمو وتستبنوا تنظيم كان هاي البل بزاف وش نقولكم في هاد المعرض هادا اتعرفت على عدة مركات شوكولات جزائرية تعرفنا على عدة آلات لي يعصروا القهوة يعني كان مميزة كبيرة كبيرة في هاد المعرض هادا القهوة تاني باشكالها كي ما را كنت شوفوا معايا نوعية جيدة وبيستا ارابيكا يعصروا لكم القهوة قدمكم تدوقوا يعني وش نقولكم المسيو شبع قهاوي هادا كنهار انا خاطيني القهوة كحلا من حباش بزاف ما هو شبع قهاوي وفي نفس الوقت انا يا شبعت شوكولات يعني مين جوزوا يدوقونا الله يبارك اه سواء ان يكانوا يعني دائلين المعرض ما ليخدموا خدمة يديهم ولا يعني من عند الوجدان الله يبارك كان تنظيم اكثر من رائع قمة يعني في التنظيم في الترتيب في ال اه وش نقولكم سالون دولي باتم معنى الكلمة اللي كان برعاية شركة الوجدان اه شركة الوجدان تاني دارت بخودوي جديد اه اللي هو عبارة على شوكولات كشغل طابلات تاني بتلت ادواق تاع البندق وتاع شوكولات وشوكولات بالحليب هاديك ما ندوبوها موالو يعني نقدر ناكلوها هكذا كبار كلا نستعملوها للديكور اكو راح ينشوفوها ان شاء الله معايا في الفيديوهات اللي جاية نديرو بها وصفات ونقدرو كيمقودكم حتى ناكلوها هكذا كتجي بزاف بنينا اهنا يا كان ليا كل الشرف اني تلاقيت مع مادام فاطمة الزهراء قاتو زولا حتى هي كانت معروضة من عند الوجدان حضرت انها تشكيلة تاع شوكولات ديالها اللي كانت تشهي ولي كانت يعني ما شاء الله وخدمتها كامل بليب خودوي تاع الوجدان الله يبارك ما شاء الله كانت تشكيلة يعني تاع وش نقولكم سواء حلويات اه يعني اللي جاوا حضروا في هاداك المعارض قدموا حلوية ديالهم اه كانت تشكيلة كبيرة تاع شوكولات ويعني وشي اللي لاحظوا انه شوكولات عنا الجزائرية كان فيها تقدم كبير كبير بزاف بزاف من ناحية الجودة اللي لقيتها اللي عندها ولت نفس الجودة تاع شوكولات لينكلوها من الخارج يعني صراحة شوكولات على الخارج بزاف بنينا ولكن ديفان خافوها ما تكونش حلال يمكن يدخلوا فيها مواد حيوانية يعني تكون ماشي حلاله كامل مش شوكولات ع بلدنا تقدمت بل بزاف دونك والا الوجدان تاني كي ماشتو هاد الصالون تاني كان البلد الموظف هو الكود ديفوار وهنا وجدو جانح كبير كبير واحد اللي شاف يعني كنت نسننا فيهم باش يجو باش يبدو باش نصور لكم شوية ولكن طولوا باش يبدو وانا ما قدرتش نسننا تمام دونك هاي لك شوكولات قوتي لهذه الطابلت لي قوت لكم عليها لدارتها جديدة لشركة الوجدان كي مقوت لكم اكوح نشوفوها معايا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة كي مقوت لكم دقنا قهوة الله يبارك ما شاء الله تعرفنا على العادي تاع ماركات تاع قهوة ماركات تاع شوكولات يعني كلي كانت وش نقول لكم قمة في البنة وفي يعني الذوق هاداك الرافع كي مقوت لكم لي شبه شوكولات تاع الخارج شوكولات الوجدان ولا شركة الوجدان راهي دايرة تاني طنبولة بزاف هاي لا دونك كي تروحو التما في الجنح التاني كينزوج اجنيحة الجنح الولاني ولا بافيون اليوم داين فيها غير العرض برك تاع الحلويات وتاع الشوكولات وتاع القهوة وكين الجنح التاني اللي يعني مخصص غير للمشتريات في الجنح التاني شركة الوجدان راهي دايرة طنبولة تماما راههم دايرين بيتخان تاع تخوا كيلو بيتخان بزاف شباب للفوز دونك إلى شريته مشتريات تفوق مئة ألف مئة ألف راكوا رايحين تكون عندكم فرصة باش تشاركوا في هاد الطنبولة وتربحوا الجائزة اللي هي عبارة على بيتخان مرحبا بكم نانا عدال نديكستشخص غير بيتخان تحوك وتابقص غير طنبولة مرحبا بكم نانا عدال نديكستشخص غير بيتخان مع شاف سيهان مرحبا بكم أجواء عائلية و أجواء رابعية ترد الروح للأسف الشديد ان شاء الله رب ينزل علينا الغيط ونزل علينا الشتاة وانا راني نظر تماح تاجز على هنالجه هذي تعلاتي وش نقول لكم تعرفوا الشيء أنا نقطة ضعفي سيغتوها هكذا يكون يتخلط بهذاك الرغاوي وهذاك لاموس ما قدرتش ما نحبس وما نصورش هذ اللقطات الجميلة هنا الأخ هذا ويحضر فلاتاي وش نقول لكم نتي بزاف بنين شيء صحراوي الله الله على الأصول دياله هنا الجهة هذي عند الأخت راشيدة اللي تاني عرضتني هنا في الجهة ديالها هنا يدير الشوكولة فوغي بخلطات وش نقول لكم بحشوات بزاف بنينة بخيزنتاب لهكذا المناسبات ديالكم الخطوبات الأفرح وكامل الشكل ديال هاي شهي وبنينا تاني بالبزاف كنت شريت عليها كمية الله يبارك ما شاء الله كنت تطاقيتها لكم تاني لاباج ديالها سر انستغرام وهيليك لاباج تاني راهي الجوز أمامكم لاباج ياساما ديليس نقول لها اختيرها شي داياتك الصحالة كامل وش ديري نتمنى لكل التوفيق والناجح معاها تاني كانت شركة فيزيون اللي حطت هاد اللي ميني كيك اه حطت هاد اللي كخام تاوحهم هادوما كل شي يجوا البنات يجوا وجدين كيما لي كيك هادوما واللي مادلان ولي كاب كيك هادوما كامل يجوا وجدين تخلطوا لهم توما براكس والحلي بولة الما وتوجدوا لي كاب كيك ديال ولكوم ولي كخام ديولكم انا نشيت شوية تشكيلة عليهم ان شاء الله هاني حنشاركهم معاكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة على خطر عجبوني بزاف هادوك لما دلان كيما قلت لكم يجوا مواجدين ونزيدوا لهم سواء الحليب بارك ولا اه الما وتمتم يعني هتتحضري هادك الكيك ديالك ولا الموسكو تشو ديالك خاصة اذا كان عندك ضيوف ممتح ليه التاني تمتم توجديهم خاصة في الصهرات الرمضانية وشو نقولكم استمتعت بزاف بزاف بهاد الاجواء هادي وختمناها بهاد شدة لمسانية مع هاد الامورة اه اللي يعني زادت منظر بزاف شباب ولمسة تقليديات لمسانية في هاد الصالون هادا وكل عادة في اخر الفيديوهني حنشارك معاكم وصفة حلوة لايح الياماتكم حبيباتي دونك ما نقدرش ندير فيديو بدون وصفة هلوغ هناني حنشارك معاكم كشغول تحليه ان ديسر ولموهه يجيب خيزان طابلو بزاف بنين هنكي مشتوف الغيسيبيون ديالي درزوج كيسان تحليب تعل حضنة لتعل البدوة احنزيد عليه زوج بيضات يكونوا في درجة حارة الغرفة رشات تعل ملح احنزيد عليهم ثاني نصف كاس تاع سكر اليوم الكاس هاداك يلتبه الكاس تاع مية وخمسين مليلتر دونك كاس شوية صغير على الموالفين نديرو به لاني ما نش حب ندير كمية كبيرة المهم تومايلك يلتو بكاس تبعو كامل مقادير بنفس الكاس زيت عليهم واحد اند واتع الزيت يعني بالملاعقة تقريبا ثلاثة مغارف كبار تاع الزيت وزيت عليهم هنا ثاني حوالي ثلاث ملاق كبيرة تاع كاكاو بودرا اللي غربلتو باش تفادوا الحبيبات وفي الاخير نزيدو زوج كيسان تاع فارينا ونزيدو خاميرا كيميائيا حوالي مغرفة صغيرة تكون مع مره مليح مليح تاع خاميرت الحلويات كيما اشتو يعني وصفة سهلة مهلة ارمي كلش على دربة داخل الغيسي بيون ديالك وخلطي غرب الفوي اليدوي حتى تندمج كامل المكونات ونتحصلو على خاليط ليكون يشبه نوعا ما في القوام دياله الخاليط عليك خيب ولا الخاليط البانكيك يعني يكون ما يكونش تقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف الخاليط ديالي فرغتو في طاس هكدا باش يسهل علي نفرغو في المقلة ونطيبوهم هكدا في مقلة ولا في كخيبيا نديرو كمية صغيرة لانو الحجم ديالهم راح يجي صغير وننطيبوهم بهاد الطريقة كيما اشتو شفوا الثوقو بهادوك اللي يجو فيهم يعني يجو ما شاء الله بذوق الشوكولة هايلين عبارك شغل على فطائر ولا على دي اكواب بانكيك يعني يجو ما شاء الله اهملي كاني بعد ما طيبتم نخلوهم يبردو ودوكا نحو نحضرو اللاكخام نحن نحشو بها هاد الاكواب بتاع البانكيك اهنا يا فالغي سيبيون ديالي حطيت ميتين ميليليليتر بتاع لاكخام فخاش الخاصة بالحلويات اه انا خيلت لاكخام فخاش تقيلة تجي في العولة بهكدا حوالي ميتين قرام اه خلطتها دربتها حتى تحصلت على هاداك القوام الكريمي اهنا يجزت لها زوج عولة بتاع غالاكسي تحليا هادي ولاكخام ديساغ هادا اللي راح بيدوقين دوق الشوكولات ودوق الفارولة قدرت زوج عولب منها وزيت معاهم عفوا مغير فا كبيرة تا لو كاكاو كملت هاكدا دربتهم مليح مليح بلو باتوخ دونك احت جي فيها شوية لو قوتا شوكولات وقوتا افخاز مام بالنسبة اللون انا ما حبيتش يجي فيها هاداك اللون تاع الشوكولات بزا 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 على خطرها فيها شوية دوقتا الفارولة وتاني نحن نقدموهم مع الفارولة تاني دونك فالا كملت خلط حتى تحصلت على هادا القوام الكريمي نعمر نص تاع الكمية في اون بوش درت لها اون دوي هاكدا كانلي والنص الاخر نخلي واه هاكداك نحتاجوه باش نعمروا به هادوك الاكواب لح تشوفوا معايا يعني كيفاش نشكلوهم هاملك هنا يا بعد ما بردو شو كيفاش يطيبو ما شاء الله كامل يجو خفاف هاكدا كالريشة ويجو كامل متقوبين كيما البغرير جو يعني روعة احنا يا شوفو نشدوهم هاكدا ونقرصوهم فليكوتي كيما نديرو الزيريات يعني مشي كما تزيريات بالضبط ولكن نفس الطريقة وفعلا نحاولو نغلقوهم شدوهم هاكدا بهاد طريقة حتى نتحصلو على هاد الشكل تاع الاكواب هادوما يعني طريقة سهلة وراح يعني غير تقرصوهم برك رهم رايحين يعني يلسقو هادوما كيما شتوك نطيبوهم طيبوهم غير على جهة الجهات تانية ما نطيبوهم شمشي كيما لي بانكيك هاكدا بش يلسقونا بكل سهولة شكلهم بزاف شباب يعني هايلين في اعياد الميلاد في المناسبات في الخطوبات نقدموهم هاكدا بهاد الطريقة هنا ماميلا غلطو في هاداك القريص تقدو تعودو تحلو العجينة ديالكم وتعودو تغلقوها ولا تقرصوها يعني الاحساب ما تحبونتوما رهم يعني صدقوني سهلين بالبزاف احت شكلوهم تمتم وهايلين ثاني نقدموهم على العصائر الضيوف ديالنا بالنسبة للفاخس كيما قلت لكم انا اليوم حبيت نقدموهم على الفخاز لهذاك لي وش كان عندي في الدار تقدو تديرو بانان ولا تقدو ديرو تشكيله تع فواكه يعني كيما تحبوه حطيت شوية تعلاك خام في الواسط زيت شوية تعلاف خاز اللي قطعتها هاكدا الى مرباعات ونكمل هاكدا بنفس الطريقة حتى نعمروهم كامل ونبعد من الفوق جبت هاديك الاكخام اللي دلتها في العبوش ونديرو ديغوزاس هاكدا من الفوق ونزينوهم من الفوق بهاكدا نصحب باس تع فراولا يعني الشكل ديالها بزاف شباب ووصفة تاني سهلة وسريعة اتوالم هاكدا كتحلية ولا للقوتي تلاشية ولا حتى في السهارات الرمضانية نقدموها مع العصائر الضويف ديالنا انا درتها الدراري الولادي القوتي تلاشية مع هاد عاصر حليبي ولك شغل يا وخت جاي على شكل عاصر هاد اوفروي هادا يا قدمتو لهم الدراري يعني وشو نقول لكم فرحوا فرحوا بزاف بزاف في الاخر هادي هي دونكلا فيديو تع النهار اليوم اذا كان عجبتكم ما تنسو جديرو الناجم شراء تكونوا استمتعتوا معايا شراء تكونوا نحيتوا على خاطركم معايا بهاد الخرجة هادي في الاخر نقول لكم تهالله في روحتكم نحبكم بزاف دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام عليكم اشتركوا في القناة